اشتركوا في القناة ورسخه على مرتكزات عديدة ابرزها ان البحرين كنظام يبني علاقاته الخارجية على اسس بناء الثقة والمصالح المشتركة وينأى بنفسه دائما عن التدخل في شؤون الاخرين لذلك فان اكثر ما يضايقنا كبحرينيين هو تدخل اي جهة خارجية في شؤوننا الداخلية مع نوايا هدفها استهداف الامن القومي وزعزعة الاستقرار الاختر قلب نظام الحكم سواء كان ذلك بشكل مباشر عبر دعم الجماعات الثيوقراطية الارهابية او من خلال تحشيد الجهود الاعلامية لخدمة هذه النوايا ولذلك كان الالم اكبر حينما تستهدف البحرين من قبل الجار وفي وقت كانت فيه بلادنا تشهد استهدافا صريحا وخطيرا يقف وراءه نظام القوميني بوضوح نعم اتذكر ما حصل في 2011 حينما كانت البحرين مستهدفة وبينما هبت السعودية والامارات لمد يد العون وانتقلت قوات درع الجزيرة لتحمين من كيد العدو الايراني واعوانه كانت الصدمة ازاء ما تبثه قناة الجزيرة الممولة من النظام القطري من تقارير تستهدف بلادنا وكأنها تبث من عمق ايران لتذكر برنامج صرقة في الظلام وكيف صدر من نظام جار لنا ظننا انه سيقف مع اشقائه لكننا تفاجأنا به وعبر رئيس وزرائه آنذاك يتواصل مع قادة الانقلاب ويعشمهم بالدعم والتأييد وبقناته الجزيرة يرمي سهامه وما زال وكأن البحرين هي العدو ومن يسعون لاختطافها هم الاصدقاء ورقم ذلك أبقت البحرين وشقيقاتها السعودية والإمارات على حبل الود ومع سحب السفراء واتفاق الرياض بعدها في 2014 كان الأمل بأن يعيد النظام القطري مراجعة حساباته فالعمل ضد أشقائه لن ينتج عنه إلا مواقف صارمة لوضع حد لهذا الاستهداف الغريب لكن للأسف دعم الجماعات الإرهابية استمر والتدخل في شؤون الأشقاء العرب أوغل وما حصل في مصر دليل على السعي للتدخل في شأن داخلي لدولة دون احترام للسيادة بالتالي وصل التحالف العربي لاتخاذ قرار بمقاطعة النظام القطري علّه يراجع حساباته علّه يؤدرك أن الكيد لإخوانه وأشقائه أمر لن يؤدي إلا لحرق خطوط الود والتواصل بين شعوب يجمعها مصير واحد وتربطها علاقات متداخلة متجذرة لابد من تذكر الأسباب التي قادت لهذا الوضع لابد من تحديد البدايات التي تجمعت كشرارات متراكمة قادت لهذه النار الكبيرة وهنا لسنا نتحدث عن 2017 فقط بل تراكمات بدأت منذ منتصف هذه الألفية منذ انطلاقة الجزيرة وتسليطها على استهداف بلادنا والأشقاء منذ افتضاح أمر التفكير والتخطيط لاغتيال الملك عبدالله والتدخل في أحداث البحرين والسعي لإضعاف السعودية والإمارات واستهداف الوضع الداخلي في مصر وبعدها من إساءات وتطاول على الحكام والرموز في وسائل إعلامهم وصولا للاعتداءات الأخيرة المتزايدة والمتعمدة على البحار البحرينيين والإساءة للمحرق العريقة من يريد المصالح عليه إثبات حسن نواياه عبر أفعال وخطابات تجمع وتسعى للتقريب لا عبر استمرار التدخل في شؤون الآخرين ولا عبر أجهزة إعلامية بدل أن يستخدمها النظام القطري لدعم أشقائه حولها لسكاكين في ظهورهم وقدمها لتلميع الإيراني والتركي وبعدها يبكي ويشكي مقاطعة أشقائه له ترجمة نانسي قنقر